عندك لابتوب قديم مرمي في الدرج بقاله سنين كل ما تفكر تفتحه وتشتغل عليه هنج والمروحة صوتها يعلى وتكرع نفسك وتقفله تاني السيناريا المعتاد اللي اي حد تقني هيقدمه لك هو انك تنزل لينوكس توزيع خفيفة وحيبقى طيارة وفعلا انا جربت الحل ده وناس كتير جربته ولينوكس عظيم وخفيف بس بصراحة مش لأي حد ولو انت متعود طول عمرك على الويندوز فالنقلة دي بتكون صعبة ومحتاجة تعليم هتسألني وتقول طب والحل تعيب اي رأيك لو قلتلك اننا ممكن نخلي الويندوز نفسه اسرع من لينوكس ايوه زي ما سمعت بالزبط النهاردة هنجرب مشروع اسمه أطلس أو اس ده مش مجرد ويندوز معدل دي وصفة صحرية هتشيل كل الدهون الزيادة في ويندوز 11 وترجع للكمبيوتر القديم روحه تاني هل فعلا يستاهل وهل هو امن وإيه الفرق بينه بين النسخة العادية ده اللي هنشوفه في الفيديو النهاردة جهز اهوتك ويلا بينا طيب يا جماعة خلينا نوضح حاجة مهمة جدا في البداية أطلس أو اس مش نظام تشغيل جديد اخترعه من الصفر ولا هو نسخة ايزو معدلة أو مجهولة المصدرة أطلس أو اس ببساطة هو عبارة عن بلاي بوك يعني ايه؟ يعني سكريبت أو ملف خطوات بيطبق على نسخة الويندوز الأصلية والنظيفة اللي موجودة عندك فكرة المشروع ده أيمة علاها حاجة واحدة إن ويندوز 10 وويندوز 11 بيبقوا جايين من ميكراسوفت مليانين حاجة اسمها بلوتوير أو برمجيات منتفخة أو انتفاخ وملهاش لازمة لأغلبنا حاجات زي خدمات التتبع اللي هي التليمتري والأعلانات اللي بتظهر في قايمة ستارك والمساعد كورتانا والاي اللي في الويندوز اللي محدش بيكلمه أصلا وتكامل واندرايف الإجباري كل دي عمليات شغالة في الخلفية بتسحب من الرمات والمعالج وانت مش دريان أطلس أو اس بيجي هنا زي الجراح بيخيل كل الزيادات دي وينظف النظام علشان يركز كل موارد الجهاز للحاجة اللي انت بتعملها بس سواء تصفح أو جيمينج الكلام النظري اللي أنا بقوله جميل بس احنا طبعا بتوع تجربة وأرقام علشان المصداقية أنا جربت أطلس أو اس على جهاز افتراضي متواضع جدا مع معالج باتنين كور ورمات تمانية جيجا بس المهم خلينا نفتح التسكي منجر ونروح للتبويب برافورمنز وبعدين نشوف ايه أخبار المعالج هنلاحظ ان العمليات فوق المية وتمانين على رغم من ان الويندوز لسه جديد ويعتبر الجهاز لسه فاتح والسريتز متخطية لألفين وتمنمية والهندلز في حدود تلاتة وتبين ألف المهم هنطلق دلوقتي الاسكريبت الخاص بأطلس أو اس وحنعمل مقارنة بعد تطبيقه ونشوف ايه النتيجة مع بعض هنروح الموقع الرسمي لتحميل أطلس أو اس نضغط على جيت ستارتد نضغط على اللينك ده علشان نروح للتحميل مباشرة نحط علامة الصحة هنا انت مش محتاج تشوف الانستوليشن جايد علشان كده كده أنا هنا بديك الخلاصة بعدين هتحمل الأطلس بلاي بوك وكمان تحمل الامي وزارد وتحفظهم مع بعض في اي مكان في جهازك هنفتح ملف الامي بيتا نضغط على مور انفو وبعدين رن انيوي وافق على فتح الملف بالضغط على زر يس هيفتح معانا الامي بالشكل ده هنروح نجيب ملف البلاي بوك ونسحبه نحطه في القائمة الجانبية على اليسار في الامي بالشكل ده علشان البرنامج من المفترض انه بيعمل تعديلات على ملفات السيستم فلازم نقفل الويندوز سيكورتي فهنضغط على ران اكشن هنا بيوضح لنا اننا لازم نعطل خيارات الويندوز سيكورتي مؤقتا لحد انهاء تطبيق الأطلس أو اس هنضغط على زر اوبن ويندوز سيكورتي نتأكد انه نعطلنا الريل تايم بروتيكشن وبقية الخيارات زي ما احنا شايفين كده بعد الامتهام من تعطيل كل الخيارات هنلاحظ هنا انه مكتوب ويندوز سيكورتي اس دي سيبول هنقفل النافذة دي وبعدين نضغط نكست في حالة لو كان الويندوز عامل تنزيل لتحديثات ولسه مثبتهاش هيظهر لنا هنا تنبيه بتثبيت التحديثات هنضغط على ران اكشن وبعدين تسمح للويندوز بتثبيت التحديثات اللي موجودة وبعدين يعمل اعادة تشغيل بالضغط على رستارت ناو بعد الجهاز مايرجع من اعادة التشغيل هنفتح اداة الامي هنكتشف ان الويندوز سيكورتي يشتغل تاني هنضغط على زر ران اكشن وبعدين نضغط اوبن ويندوز سيكورتي وبعدين نعطل خيارات الحماية المفاعلة وبعدين نضغط على زر نكست ننتظر شوية لحد ما الاداة تعمل شوية فخصات للنظام وبعدين اول ما نشوف انه مكتوب requirements met يبقى كده كله تمام هنضغط على نكست مش ضروري نطلع على الاتفاقية دي لانه مجرد ابراق روتيني وبعدين نضغط على نكست وبعدين نضغط اجري نيجي بقى الاهم جزء في الشرح عند الconfigure options هنضغط على select options علشان نشوف هنسمح لأطلس او اس يعمل ايه بالتحديد في الويندوز من تحسينات وتغييرات وخلافه هنا لو حابب تفعل حماية الويندوز فاختار enable لو عايز تعطلها اختار disable وطبعا المنصوح بيه انك تفعل الحماية وده لمصلحتك انما لو سلوك استخدامك للكمبيوتر معتدل وجهازك ضعيف لدرجة ان حماية الويندوز بتأثر على سعارته فبنصحك تلغيها لكن انا حسيبها مفاعلة وهنضغط next النفيذة دي بتعرض اختيارة تعلق بالmetigations وهو اجراء حماية من صغرات المعالجات زي صغرات المشهورة Spectre و Meltdown والاختيار المنصوح بيه هو الاختيار الاول بيخلي الاختيار ده مفاعل وبيضمن لك امان اعلى واداء مستقر خصوصا على المعالجات الحديثة اللي هي ابتداء من الجيل العشر وطالع المهم نضغط next الاختيار ده مسؤول عن تعطيل تحديثات الويندوز المهم ان تعطيل تحديثات الويندوز ده اختيار مهم وبيحافظ على استقرار النظام في ظل تخبط تحديثات مايجرا سوفت اللي بتحصل مؤخرا للنظام الويندوز لكن انا شخصيا بفضل تفعيل استلام تحديثات الويندوز لانها تظل مهمة خصوصا التحديثات الامنية فنضغط next الاختيارات دي تعطيلها هيخلي تجربة الويندوز افضل واسعة فانا هخترهم كلهم ولو في خيار انت حابب تلغيك شيل علامة الصح من قدامه المهم نضغط next المهم هنا اختيارات عبارة عن الاختيار الاول حزف اداة تصوير الشاشة بس انا بحتاجها احيانا فهشيل علامة صح علشان اخليها والاختيار التاني بيحسب متصفح مايكروسوفت ايدج والاختيار التالت بتخلي اطلس او اس يثبت متصفح تاني المهم نضغط next هنا نضغط next علشان نوافق على تثبيت ادوات اطلس او اس على الويندوز هنا اختار المتصفح اللي حابب تثبته بدلا من متصفح ايدج اللي احنا اخترنا حزفه في الخطوة السابقة وبعدين نضغط ok لو عندك متصفح جوبل كروم وحابب تحزفه لصالح المتصفح الجديد اختار install new browser ولو حابب تخليه اختار keep mine كده كل امورنا تمام وخلصنا الجزئية الخاصة باختيار التحسينات والتغيرات اللي حتحصل على الويندوز نضغط next ونستنى بقى لما اطلس او اس يطبق كل البلاي بوك بتاعه على الويندوز الاختيار ده لو حابب الجهاز يعمل اعادة تشغيل automatic بعد انتهاء تطبيق التحسينات على النظام المهم تقدر ترائب اللي بيحصل من خلال متابعة العنوين اللي بتظهر هنا كمان في بعض الاحيان ممكن تطلع رسالة تطلبنا بالموافقة على استبدال برامج من المسبات على النظام ببرامج اخرى اخف نقدر نوافق على الاستبدال بالضغط على yes او الرفض بالضغط على no اثناء ما العملية بتتم حنلاحظ ان النظام تحول للدرك mode وكمان اتغيرت الخلفية لخلفية اطلس او اس واللي بالمناسبة نقدر نغيرها قدام اول ما تظهر رسالة playbook complete فاحنا كده خلصنا ويطبر كله تمام بعدين هنستنى لما الجهاز يعمل اعادة تشغيل وده بيكون شكل الويندوز بعد ما بيفتح بعد تطبيق اطلس او اس على النظام الملاحظة المبدئية هي ان النظام حيكون خفيف جدا جدا بشكل ملحوظ المهم ان نروح نجيب ال task manager وبعدين نروح لتبويب performance وبعدين cpu وبعمل مقارنة بسيطة بين النتائج قبل وبعد تطبيق اطلس او اس على الويندوز فحنلاحظ ان العمليات تقريبا خست النص وبقت في التسعنات بدل ما كانت 180 وشوية والسريتز بقت في حدود 1700 بدل ما كانت حوالي 2200 وكمان الهاندلس بقت في حدود 43000 بدلا من اكتر من 80000 سابقا وكمان استخدام الرامات بقى 2.3 جيجا بدلا من 5 جيجا تقريبا يعني تقريبا اقل من النص هيجي حد يسألني طب ما لينوكس بيعمل كده؟ واحسن صح لينوكس اخف واسرع وفي بعض التوزعات بتستهلك في حدود 200 ميجا او 4 جيجا بس من الرامات بس مشكلة لينوكس هي التعود في ناس ما بتقدرش تتقبل لينوكس بسهولة مع اطلس او اس انت لسه بتستخدم نظام ويندوز اللي انت عجنه وحافظه ومش هتكون مضطر تدور على بدائل للبرامج بتاعتك ومش محتاج تلف حوالين نفسك علشان تعرف بعض قطع الجهاز والاهم للجيمرز يعتبر كل العابة شغالة نيتف من غير محاكيات ومن غير وجع دماغي فلو انت عايز اداء لينوكس بس مش عايز توجع دماغك مع لينوكس فأطلس او اس هو الحل الوسط العبكري طيب هل كل حاجة ورجي؟ اكيد لا لازم تعرف انك بتلعب في اساسيات النظام يعني ممكن مستقبلا تحديث كبير من مايكروسوفت يبوز كل حاجة او يبوز ميزة معينة او ميزة معينة تلاقي اختفت لكن ما تقلقش هتقدر تطبق الشرح مرة تانية وتشغل أطلس او اس تاني بدون فقودان اي شيء لبياناتك وعشان تتجاوز القلق بخصوص اللي ممكن تحديث يوصل للويندوز يبوز لك تحسينات اطلس او اس فأنا بنصح باستخدام اطلس او اس كحل لجهاز سانوي مثلا لابتوب قديم عايز تحييه للدراسة او للتصفح او حتى للجيمينج الخفيف لكن لو جهازك الاساسي للشغل ده حساس فخليك حذر جدا واعمل دايما باكب للنظام ولملفاتك وفي النهاية التجربة كانت مبهرة بالنسبالي انك تشوف لابتوب كان بيموت او جهاز كان بيموت ورجع يشتغل بسلاسة كده فده شعور عظيم بصراحة لو استفدتوا من الفيديو ياريت تدعمونا بالضغط على زر لايك واشتركوا في القناة لو ماكنتوش مشتركين ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم اشعار لما يكون في فيديو جديد دعموكم بالضغط على زر شكرا او السوبر سانكس هيكون محل تقدير كبير شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام شكرا لكم